من على هذه الشرفة يستنشق زافي مكاريس عبق ذكريات الطفولة التي فقدها وعاد إليها اليوم بعد 45 عاما فقط من أجل أن يفي بوعد قد قطعه على مربه وعرابه ومرافقه وصديقه إدوار ولد زافي مكاريس في مدينة أنجمنة عام 1967 المعروف بفرلامي حين ذاك حيث كان والديه مدرسين ويقطنان بالحي الأوروبي حينها نسج زافي أجمل أيام طفولته التي قد بعثت لنا هذه القصة اليوم طفولة زافي التي عاشها في تشاد مرتبطة باسم واحد كان يتردد في ذهنه منذ تلك الوهلة وحتى هذه اللحظة التي يحدثنا فيها وهو بأحد فنادق العاصمة أنجمنة فيترى ما هو هذا الاسم ولمن هو إدوارد هو الدافع الرئيس الذي أتى بي إلى تشاد إدوارد هو مربي ورفيقي منذ ولادتي وحتى بلغت سن السادسة من العمر وهو بمثابة أبي تشادي في طفولتي كنت أقضي الكثير من الوقت معه ورغم طول فراقي عنه إلا أني حتى الآن لم أنسى صوته وهو ينادي اسمي زافي زافي احترام العهد هو أيضا ما أعادني إلى وطني كات بعد 45 سنة لأبحث عن إدوارد الذي عندما فارقته وأنا مغادر تشاد وعدته بالعودة من أجله صحيح أنه قد مر وقت طويل لم استطع أن أوفي بوعدي نظرا لكسرة الارتباطات والآن أتيت قبل فوات الأوان ما يقارب النصف قرن من الزمن لم يحرك ساكنا من أشواق زافي الصغير التي رفقته حتى وهو كبير أشواق زاد من حدتها الفرق وهذا ما لم يحتمله زافي فعاد لكي يعيد أيام الصباح تشاد أولى محطات زافي مكاريس في حياته رسم فيها الكثير من الذكريات الجميلة هذا ما دعاه إلى إحضار ابنه معه ليعرف ويتعرف على حضن تشاد الدافئ الذي ارتمع فيه أباه في زمن من الأزمان أنا مسرور جدا لعودتي إلى تشاد التي أحتفظ فيها بالكثير من اللحظات والذكريات فأنا ابن هذه البيئة ولا أخف منها لأنها جزء مني وأنا جزء منها وتشاد تغيرت فعلا وأهلها ما زالوا يحتفظون بطبعهم الأصي قصة زافي هذه فيها الكثير من الوفا الذي يرسم اللوحة الجميلة للإنسانية والحنين إلى الأرض والسماء التي فيها تفتحت زهرة حياته القصة الدرامية هذه لا تكتمل أجزاؤها حتى يلتم الشمل أسينجح زافي في بحثه ويجد إدوار وتنتهي القصة بسعادة؟ أم أن الأقدار ستحول دون ذلك؟